عن أولى متابعاتنا انتخاب غرف الصناعة ومثلية القطاعات الصناعية حيث وعند الهيئة المستقلة للانتخاب فجر يوم أمس الأحد النتاج النهائي للانتخابات غرف الصناعة ومثلية القطاعات الصناعية لسنة 2022 واضيتنا اليوم من أستاذ محمد خير الرواشدة الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابي سعد مساكسي شرفتنا من جديد تحدثنا بحلقات سابقة عن موضوع الانتخابات غرف الصناعة اليوم الغرف الصناعية اليوم انتهت الانتخابات وطلعت النتائج ومبروك لنجحه نتحدث عن الانتخابات سيدي بالبداية وكيف جرت هذه الانتخابات سيدي بداية يعني يجب الإشارة بوضوح أنه هناك مؤسسة اليوم متخصصة في المملكة الأدينة الهاشمية اسمها الهيئة المستقلة للانتخاب تتحدث تتخصص في العمليات الانتخابية وإجراءها فبالتالي على مدى العشر سنوات الماضي راكمت الهيئة هذه الخبرة المتقدمة والمتطورة والمشهود لها على مختلف المستويات بأن هناك تنظيم استعداد مسبق سرعة استجابة لأي اختلالات ممكن أن تحدث فهناك عمل مؤسسي على مدار الساعة الانتخابات ورف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية سارت على خير أحسن وجه لسبب بسيط أننا استفدنا من أخطاء سابقة واستطعنا أن نذلل جميع العقبات واستطعنا أن نذهب بمجهود تنظيمي يحتوي هذا العدد الذي يريد الانتخاب في ذلك اليوم وسارت الأمور كما أعد لها بشكل مسبق ثم أخذنا من هذه الانتخابات جملة من الملاحظات سنعكسها أيضا بإجراءاتنا في انتخابات ورف التجارة المرتقبة يعني بـ 3-12 أو 11-12 حسب اجتماع الهيئة العامة فبالتالي نحن نحكي عن عمل مؤسسي على مدار الساعة لا ينتهي لا يتوقف كل هذه الانتخابات نحن نستخدمها بشكل علمي ومنهجي حتى نستفيد منها تحدثت عن الأخطاء سيدي عزيزة محمد يعني تحدثت ببداية عن الأخطاء التي نحن اليوم عالجناها في هذه الانتخابات سيدي يعني باختصار عندما أجلت انتخابات الصناعة والتجارة بال2017 و2018 كانت الهيئة قد تسلمت هذا التكليف الحكومي متأخرا فبالتالي لم تستطع أن تضع في القانون الأحكام التي تحاكي المعايير الدولية بإجراءات النزاهة والممارسات الفضلة للمقترعين أهم تصويبين استطعنا إدخالهم في العملية الانتخابية هو تنقيح سجل الناخبين للهيئة العامة بحيث لا يكون هناك إضافات مفتوحة على هذا السجل حتى يوم الاقتراع وهذه كانت مسألة يعني مخالفة واضحة لمعايير الممارسات الفضلة الانتخابية الموجودة في كل دول العالم ثم هناك يعني مسألة في غاية الأهمية استطعنا أن نستفيد منها فيما يتعلق بالطلب من الحكومة بحل مجالس إدارات الغرف الصناعية وموثلات ما هو السبب؟ السبب أنه لا يجوز لرئيس عامل أن يكون مرشح يعني هناك عدم عدالة ومساواة في الفرص التنافسية فيما يتعلق بالانتخابات يعني عندما يترشح شخص أمام رئيس موجود قائم على جالس عكورسي يحدث هناك خلل في معايير المنافسة والعدالة وأعتقد أنه جملة العملية الانتخابية ترتكز وتتمحور على فكرة العدالة في التنافس أن يكون هناك تنافس عادل بين جميع المرشحين فلذلك هذين الخطأين استطعنا فعلا أن ندخلهم كثقافة على الانتخابات القطاعية التي جرت في الصناعة والمرتقبة في التجارة ثم هناك محاكاة بسيطة يعني الأعراف السياسية استقرت في الأولى أن الانتخابات النيابية لا تجري والمجلس قائم هذا أصبح عرف سائل عرف نعم هو لا يمنع في الدستور أن تذهب الانتخابات والمجلس قائم لكن العرف السياسي استقل على حل كذلك المجالس البلدية هناك يعني حل مجالس البلدية ويمسر الانتخابات ثم الانتخابات ضمن المدد المقررة في القانون والمحددة بالقانون فلذلك هذه الأعراف يجب أن تتعمم على جميع الانتخابات سواء أدارتها وأشرفت عليها الهيئة أو حتى اللجان الخاصة سواء في النقابات أو إلى آخر وهما ما يحدث جمالا في مختلف الانتخابات القطاعية يعني النقابات يعملون كذلك إلى آخر فبالتالي نحن اليوم أمام جهد نعتقد أنه تم تقديمه من الزملاء في الهيئة المستقلة للانتخاب هناك كفاءات استطاعوا أن يبنوا قدراتهم على أسس علمية ومنهجية ومحاكاة لأفضل ممارسات الانتخابية في الدول المتقدمة كل هذه المحاكاة يتم عكسها على إجراءاتنا وعلى تعليماتنا وعلى تنفيذنا لأي عملية انتخابية أيضا وهو هذا الأمر المهم أن كل عملية انتخابية تقوم بها المستقلة للانتخاب نسعى من خلالها للتقويم الذاتي من أجل تجاوز أي أخطاء في أي انتخابات نجريها لاحقا لذلك التقرير التفصيلي الذي تصدره المستقلة للانتخاب في نهاية كل عملية انتخابية دائما ما يشتمل على ملاحظات سواء قانونية أو فيما يتعلق بالنظام الصادر عن القانون أو التعليمات التنفيذية أو بالإجراءات التي نقوم بها فبالتالي هناك مراجعة مستمرة للأداء نستطيع أن نقول بأننا نبني عليها دائما أداء أفضل لإدارة العملية الانتخابية ونستطيع القول أيضا أن الصناعيين أنفسهم أشادوا بإجراءات الهيئة والانسيابية التي جرت بها الانتخابات ونعتقد أن نتمنى أن تسيير كل المواسم الانتخابية على هذا الأمر اليوم نتحدث بالشكاوة هل ورد شكاوة لكم سيدي في سير العملية الانتخابية هذا العام؟ سيدي لا توجد عملية انتخابية مثالية بدون شكاوة يعني فكرة أن تنظم عملا بشريا خالي من الأخطاء والمخالفة هذا يعني مستحيل الفكرة ما هي المخالفة وما هي حجمها وما هي آثارها وتدائعها كم عدد المخالفات؟ جميع ما تم ملاحظته في الشكاوة في العملية الانتخابية التي جرت السبت الماضي هي مخالفات بسيطة لم تسجل أي مخالفة جسيمة أغلبها كانت تواجد بعض من لا يحق لهم التواجد يعني في حرم مراكز الاقتراب وهذه تم تصويبها بسرعة من خلال كوادر الهيئة الذين يعني تعاملوا مع جميع هذه المخالفات حسب ما تم يعني رصدها وانتهت فولم تترك أي أثر على يعني العملية الانتخابية لم تعيق العملية الانتخابية لم تعرق الأداء المقترعين لم تؤثر على فرص الفائزين لم تؤثر على يعني العملية الانتخابية بشموليتها فلذلك يعني لا نعتقد أن المخالفات التي رصدت يعني تستحق الذكر وإن كان هناك مخالفات أعتقد أن أول من سيتحدث عنها هم المراقبين وأيضا المرشحين لأنهم أصحاب مصلحة في الكشف عنهم نعم 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 وبظني أنهم أشادوا وشكروا على يعني استجابة الهيئة لجميع الملاحظات أولا بأول والتعامل معها أولا بأول فسارت الأمور على خير ما يرام أشير هنا إلى أهمية التكنولوجيا في العملية الانتخابية وهي التي تسرع إعلان النتائج وهذا يعطي شكل من أشكال الثقة والمصداقية في عمل المستقل للانتخاب لأننا يعني عادة ما يعني نتحدث عن تشكيك في العملية الانتخابية لكن السرعة والدقة يعني اليوم بفضل التكنولوجيا يمكنان الهيئة من إحراز تقدم على صعيد الثقة الشعبية نأمل ذلك وتحصيل المزيد من هذه الثقة وانعكاسها على مستوى المشاركة عندما نتحدث عن الانتخابات الأخيرة نتحدث عن نسبة مشاركة للصناعيين وصلت بحدود ثمانية وثمانين ونصف بالمية هذه النسبة لماذا تحققت؟ لأن الهيئة العامة تجد في المرشحين يعني شكل من أشكال التمثيل لمصالحهم شكل من أشكال التعبير عن تطلعاتهم شكل من أشكال العمل على تطوير أو تدليل العقبات أمام المهن الصناعية والصناعيين والصناعات وإلى آخرين نسبة المشاركة ترتبط في المصالح فبالتالي متى ما تأكد الجمهور الناخبين بمختلف مسويات وجمهور الناخبين للانتخابات النيابية بقناعتهم الداخلية طبعا متى ما شعروا بأن هؤلاء الممثلين يستطيعوا التعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم ومصالحهم يذهبون إلى صناديق الاقتراع لذلك عادة ما نجد بأن نسبة المشاركة في القطاعات قد تكون أعلى من الانتخابات العامة لكن لا بد من تعزيز مفهوم المشاركة في الانتخابات في العملية الانتخابية لدى الجميع نظرا لما لها اتصال بتحديث واقعنا السياسي يعني تلطيف هذا المناخ السياسي يعني المشهوم ببعض السلبية والسوداوية والخروج من هذا المأزق اللي هو مأزق عدم الثقة والتشكيك المطلق في أي عملية انتخابية يعني للأسف تجري في البلاد نعم سيد محمد اليوم نتحدث عن الكوادر المختصة كانت لهذه العملية الانتخابية وألي تدريبهم على أكيد كان لكم خطط واستراتيجيات وأتمتت بعض العمليات الانتخابية والعملية الانتخابية اليوم الكوادر المعنية في هذا العمل وألي تدريبهم في ضمن هذه الاختصاصات سيدي أول ما يبدأ في العملية يعني من أولى الخطوات أن هناك يعني فريق مدربين متمرس متمكن يبدأ بترتيب العملية الانتخابية والحاجات البشرية من الكوادر لتنفيذ هذه العملية والبدأ بتدريبها لذلك التدريب يكون عادة من أولى المهمات التي تسبق العملية الانتخابية نحن لا نتعامل في مثل هذه الانتخابات نحن لا نتعامل مع جيش من الكوادر البشرية الذي نستعين به وهو بحدود خمسين ألف أردني التدريب عملية بنيوية ضمن خطة علمية تبدأ بمجاميع بتدريب رؤساء اللجان تمر بتدريب أعضاء اللجان تليها تدريب الكوادر المساندة للجان من إداريين وفنيين ثم نذهب إلى التدريب على النظام الإلكتروني الذي نستطيع من خلاله الربط من هو مسؤول عن التدريب أيضا؟ الهيئة 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 تدرب والمدربين هل هم من الهيئة؟ من الهيئة نعم نعم الآن تنتقل مسؤولية التدريب من الرؤساء من الهيئة إلى رؤساء اللجان تباعا نعم مع وجود ضابط ارتباط من الهيئة فبالتالي العملية التدريب منضبطة تسير وفق حلقات يعني كالأنوية المتعددة تبدأ بنواة صغيرة فتكبر فتكبر إلى أن تنتظر عملية التدريب بنفس المحتوى التدريبي للجميع لجميع العاملين في اللجان الانتخابية ولدينا تقييم نحن أيضا في الهيئة المستقلة لأداء اللجان ومن يتفوق في أداء نستعين به في مواسم انتخابية مستمرة لذلك التقييم يساعدنا على الاستعانة بخبرات عملت في اللجان الانتخابية وتستطيع التعامل مع التطور المنشود في إجراءاتنا فلذلك التدريب وأعتقد أنه في انتخابات 22 انتخابات البلدية والمجالس المحلية يعني كان لافتا أهمية التدريب في إجراء الانتخابات وسرعة إعلان النتائج وتنظيم العملية الانتخابية أعتقد أن انتخابات 2022 كانت الأقل شكوى من حيث ترتيب اليوم الانتخابي من اقتراع وفرس سنوان حمد نحن نتحدث عن الخطط المستقبلية للهيئة نحكي ما في أخطاء كانوا خطائيا زي ما تفضلت وتم معالجتهم والتعامل معهم لكن اليوم الخطط المستقبلية أولا من أتمتت العملية الانتخابية بشكل كامل هل يوجد هذا توجه من الهيئة المستقلة الانتخابي الأتمتة ممكن واحد يصوته هو بالبيت يعني دولا يوم أعضاء لا نعلم اليوم ممكن نوصل لهذه المرحلة اليوم ممكن اليوم فيه توجه لكم سيدي بطريقة الانتخاب أو الترشح بكافة الانتخابات هذا نتحدث فقط عن الانتخابات الغرف القطاعات الصناعية نتحدث عن هذا الموضوع سيدي سيدي يعني مواكبة التطور هذا عمل يعني تقوم به الهيئة باستمرار لدينا في الهيئة المستقلة يعني مكان مخصص لمحاكاة جميع الأدوات التكنولوجية واستخداماتها وتطبيقاتها في العملية الانتخابية ما نثق به نستخدمه وما لا نثق به نستبعده ونعتمد ما زلنا نعتمد على فكرة الورق في جميع أعمالنا في الاقتراع والفرز حتى لا يكون هناك أي تشكيك في العملية الانتخابية لذلك من يعتقد أن هناك يعني شكل من الأشكال تسر بالخلل في العملية الانتخابية فهو مخطئ لأن المرجعية دائما القضاء نعم نحن لا نملك إذا طلب القضاء مننا يعني مراجعة النتائج إلا أن نبعث له كل ما بحوزتنا ونسبة التطابق بين النظام الإلكتروني بالنتائج والورقي بالنتائج تصل إلى نسبة 99% إذا ما أسقطنا الأخطاء البشرية الممكن تحدث نتيجة يعني فرق صوت وصوتين ما بأثروا على العملية الانتخابية يعني إحنا اليوم على باستطاعتنا اليوم نعمل انتخابات إلكترونية ولكن إحنا اليوم للشفافية مستحيل أنه اليوم مستبعدين فكرة أنه اليوم سيدي بداية الانتخابات إذا أنت بدك يعني ننتخب هذه عملية مستقبلا نتمنى أن نصل إلىها هذا الأمر نتمنى لكن اليوم ما دام ما زال لدينا مشوار طويل من بناء الثقة واستعادة الثقة لا نستطيع أن يعني نهدر يعني ما بنينا أو تكون مخفية العملية الانتخابية فلذلك لذلك نتمنى عندما تصل لنسبة المشاركة نسبة الثقة في العملية الانتخابية نتمنى أن نصل للتصويت الإلكتروني ولكن حتى هذه المسألة للتصويت الإلكتروني تحتاج إلى إلى قانون معدل تحتاج قد تحتاج ولا أستطيع يعني تصريح فيه مثلا قد تحتاج إلى تعديل دستوري لأنه الانتخاب مباشر يعني والإلكتروني قد يكون نعم صحي يعني فيه إشي من عدم المباشرة فلذلك أعتقد أننا أمام بحاجة لحوار وطني حول هذا الأمر لا نستطيع يعني أن نقدم به نحن هذا الأمر يستطيع يعني المجاميع تطلبه أحزاب نقابة يستطيع يعني مجالس نواب تطلبه لكن ليس الهيئة الهيئة تناقشه بموجب صلاحيات الهيئة تناقش أي تعديل على قانون الانتخاب ولا يعني تتحكم بمساراته الهيئة لها تخصص دقيق وهو تنفيذ العملية الانتخابية نعم بشكل قانوني وفق أحكام القانون والأنظم الصادرة والتعليمات التنفيذية الصادرة ولا نملك يعني أي فرصة تجاوز على هذا الأمر لأن الرقيب علينا دائما القضاء القضاء والمواطن الأردني الذي يعني استطعنا أن نترك أثر بسيط إن شاء الله أثر جيد إن شاء الله عندما تحدث واحد من استطلاعات الرأي بعد عملية انتخابات البلدية والمجالس المحلية بأن الثقة في تلك يعني في أداء الهيئة وصل 76% نعم أخيرا سيد محمد اسمح لي اليوم المشاركة المجتمع المحلي والمواطنين بالعملية الانتخابية أي أن كانت اليوم كيف ممكن نشاركهم بأراءهم ممكن نكون عند المواطنين عندهم أراء بالعملية الانتخابية نعم اليوم هل يوجد لكم أرقام معينة صفحة معينة اليوم تستقبلوا هذه الاقتراحات من أخوان المواطنين الهيئة المستقلة للانتخاب دائما في أي عملية انتخابية تصمم مركز اتصال وتدرب العاملين فيه على يعني قانون العملية الانتخابية التي ستجريها مثلا قانون الصناعة قانون التجارة قانون الانتخاب وهذا مركز الاتصال تكون وظيفته العمل 24 ساعة للإجابة على أي استفسارات بما فيها من يسأل عن رقم صندوقه ومركز اقتراعه والخارطة للوصول لهذا المكان بتم توصيلها للمواطن هذا إما عبر مركز الاتصال أو عبر رسالة على رقم 9-2-4-2 أو 9-4-5 عفوا رسالة بالرقم الوطن يبعث لك يعني مركز الاقتراع والصندوق والعنوان نعم خريطة للوصول لهذا المكان هذه كانت في انتخابات اللي هي مجالس المحافظة ومتعامل بالعشرين عشرين تم تطبيقها نعم فجميع ما يفكر به المواطن أو يسأل عنه نحن استطاعنا أن نؤمن وسائل تفاعل عدا عن ذلك الموقع الإلكتروني عدا عن ذلك يعني مسلسل يعني الاتصالات الذي يعني سلسلة عفوا الاتصالات التي تصل للهيئة ويتم التعاطي محاول المدراء المتخصصين أو رؤساء الأقسام المتخصصين فلذلك نبذل جهد للوصول للجميع هناك حملات نصل فيها لجميع المحافظات وجميع القرى نتحدث مع الناس ونستمع إلى ملاحظاتهم وندونها ونحاول أن نستفيد منها هناك عمل تفاعلي مع المجتمع بشكل أن نوصل رسالتنا بأن المشاركة هي الحل نعم أنا أبدأ أشكرك الأستاذ محمد خير الرواجد وأنت الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة لانتخاب يعطيكم العافية بصراحة شرفتني هذا المساء شكرا شكرا